السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الأول سأقوم الآن بحل كتاب الطالب صفحة 59 ثم ننتقل إلى كتاب التمارين نبدأ في كتاب الطالب صفحة 59 هنا يا أول لدينا هذه الأشكال إما أن تكون قطعة كاملة ومقسمة أو أن تكون عبارة عن مجموعة الآن هذه يا أول ملونة قطعة واحدة فقط سنكتب الكسر الذي يدل على هذه القطعة نبدأ هنا كم قطعة ملونة يا أول قطعة واحدة سنكتب واحد على كم عدد الشكل مقسم إلى كم جزء إلى جزئين متطابقين إذن ماذا يسمى هنا النصر هنا واحد قطعة واحدة يا أول ملونة على عددها مقسمة إلى كم قسم واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى أربع أجزاء متطابقة يسمى ربع هنا مجموعة كم عدد الملونة واحدة من كم عددها جميعها اثنان إذن هذه الكرة الملونة تسمى نصف المجموعة هنا قطعة واحدة ملونة من كم عدد المجموعات كاملة أربعة إذن هذه القطعة الربع المجموعة هنا كم قطعة ملونة واحدة على الآن كم عدد الدائرة إلى كم قطعة مقسمة مقسمة إلى جزئين متطابقين إذن نصف هذه الدائرة هنا قطعة واحدة ملونة على كم عددها جميع المجموعة أربع إذن ربع المجموعة هنا أيضا واحد ملونة وجميعها أربعة ربع وهنا قطعة واحدة ملونة وعددها جميعها اثنان في التالي تسمى النصف إذن نلاحظ يا أول النصف قطعة واحدة ملونة والأجزاء تكون جزئين أو قطعتين متطابقتين هنا أيضا نصف وهنا نصف هنا أيضا يا أول نصف أما الربع تكون مقسمة إلى أربع أقسام وملون قطعة واحدة هنا ربع وهنا ربع وهنا ربع الآن يا أول ننتقل إلى كتاب التمارين صفحة ستة وعشر استعد لدراسة الوحدة وحوط الوقت من اليوم الذي أقوم فيه بالأنشطة التالية الآن يا أول نلاحظ هذا هذه الصورة نائم هنا الدليل هنا موجود القمر وتعرفنا عليها سابقا قلنا القمر يظهر أين؟ يظهر في الليل الإنسان ينام متى؟ ينام في الليل إذن نضع الدائرة على كلمات الليل أيضا هنا هذه الفتاة تقوم بشراء بعض مستلزماتها من المول أو السوبر ماركت نتى يشتري الإنسان مستلزماته وحاجاته التي يحتاجها يشتريها في الليل أم في النهار وقلنا يا أول النهار يظهر فيها الشمس تكون الجو متفتح هذا يكون هو النهار أيضا هنا الدراسة متى تدرس في الليل أم في النهار أيضا ندرس في النهار الليل يكون للراحة حتى ينام الإنسان بعد تعب يوم طويل أذكر عملا أقوم به بعد ممارسة كل عمل من الأعمال الآتية نبدأ هنا يا أول اللعب عندما تلعب أنت ماذا تعمل بعد اللعب أغسل يدي إذن أغسل يدي بعد اللعب رقم خمسة هنا ماذا يفعل هذا الطفل يفرش أسنانه الآن انتهى من فرشات الأسنان ماذا يفعل ما هو عمل أقوم به الآن نفرش أسناننا ماذا في الصباح إذن في الصباح ماذا هاي نذهب إلى المدرسة نفرش الأسنان ثم نذهب إلى المدرسة يقوم في البداية قد تناول الفطور ثم يفرش أسنانه نراحظ كما في الصورة ثم نذهب إلى المدرسة هنا في هذه البنية تقوم الآن بحل واجباتها بعد أن تحل واجباتك وتنتهي ماذا تفعل أذهب إلى النوم أذهب إلى النوم أو أن تكون تحب مشاهدة التلفاز ثم تذهب إلى النوم أيضا يجوز رقم هنا يا أول إذا لم تقوم بكتابتها يفضل عادي أو أن نقوم بحلها بشكل شفوي هذا السؤال يحلها الطلبة بشكل شفوي أذكر اسم القطعة النقدية هذه القطعة يا أول ماذا تسمى؟ تسمى نصف دينار وسيتم شرحها بشكل مفصل يا أول في هذه الوحدة هذه القطعة تسمى ربع دينار وهذه القطعة تسمى قطعة العشر قروش سيتم يا أول شرحها بشكل مفصل قطعة نصف دينار ربع دينار عشرة قروش سيتم شرحها بشكل مفصل في هذه الوحدة إلى هنا امتهى درسنا لهذا اليوم تسمى